بدأ الطفل يجب ان يأكل. اهم العلامات عندما يستطيع الجلوس, عندما يبدو الطفل اهتمام بالطعام, عندما يتضاعف الوزن وعندما يتمكن الطفل من رفع رأسه. موز رطب ناطج واحد. نصف حبة افوكادو ونصف كوب ماء. ضفنا الموز ونضيف نصف حبة افوكادو. تكون ناطجة. طبعا الرضاعة الطبيعية هي مهمة بجانب الطعام. بنضيف نصف كوب الماء. وبنطحان الخليط. هيك اصبح جاهز. متل ما انتم شايفين. الوصفة التانية. قطع من الدجاج صغيرة. تقريبا معلقة واحدة. قطع قطعة صغيرة. دين معلقة كبيرة. رز مخصول جيد. واحد كوب ماء على نار خفيفة. نتركه حتى ينضج تمام. هيك اصبح ناضج. ازا كان الخلط ما بتحمل حرارة. نتركه جانبا ونخليه يبرد قليل. بعدين احنا نطحنه. بالخلط. اصبح جاهز. كتير كتير هو روعة. الوصفة التالتة. جزرة صغيرة. بنكشرها. وبطاطا حجم صغير واحدة. بنعمل مكعبات وشوفان معلقتين كبيرة من الماء. بنقطع الجزر والبطاطا الى مكعبات صغيرة. هي وصفات كتير روعة تقريبا من سن ست شهور او اربع شهور متل ما حكينا. اذا زهرت العلامات على الطفل. علامات انه متى يأكل الطفل. على حرارة منخفضة. بنوضع كوب ماء. وبنوضع المكونات. بطاطا وجزرة ومعلقتين شوفان. هيك طبعا نترك على النار هادئة حتى تنضج. تخزين. تخزين في التلاجة. صراحية التخزين لليوم الثالث فقط. اكتر شيء تلاتية باكتر شيء. نطحن المكونات. جيد ويك اصفحات جاهزة. وشاركوا الفيديو الاخرين حتى الكل يستفيد. في امان الله. تزلونا بوصة جديدة. تمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم. اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة. اشتركوا في القناة.